المدير العام الأسبق لمجمع سيدال علي عون فضيحة من العيار الثقيل بشأن علاقات وطيدة كانت تربط جنرالات دياراس بمدير المخابرات الفرنسية الأسبق إفبوني بخصوص سوق الأدوية بالجزائر موضحا بأن ابنة مدير المخابرات الفرنسية الأسبق طلبت إبرام صفقة مع مجمع سيدال بطريقة مشبوهة خارج القوانين المعمول بها مضيفا بأنه تم رفض طلبها لتبدأ منذ ذلك الحين تتوالى المشاكل والتهديدات من كل الجهات مستهدفة شخص علي عون ومحيطه الأسري